ما سأقوم به في هذا الفيديو ولربما يتكرر في عدة فيديوهات لاحقة سيضم كل ما نعرف حول المصفوفات والفضاءات الفراغية فضاءات الأعمدة والاستقلالية الخطية والآن لدينا هذه المصفوفة أي والتي أعتقد أنها ستشكل بداية جيدة وبالتالي دعونا نحدد فضاء العمود والفضاء الفراغي الخاص بها وكما تعلمون أن تحديد فضاء العمود في الحقيقة سهن جدا فهو عبارة عن مدى متجهات العمود للمصفوفة أي لذا يمكننا من البداية اعتبار فضاء العمود للمصفوفة أي ودعوني أكتبها هنا وبالتالي سنكتب هنا أن فضاء العمود للمصفوفة أي يساوي مدى المتجهات المكونة من واحد اثنين ثلاثة وواحد واحد أربعة وواحد أربعة واحد وأخيرا واحد ثلاثة ثلاثين وهكما ترون هنا أن إيجاد فضاء العمود أسهل من إيجاد الفضاءات الفراغية والآن قد يكون هذا مقنعا أو غير مقنع بالنسبة لكم مما يثير عدة أسئلة مفتوحة من قبلكم مثلا هل هذا المدى قاعدة للفضاءات؟ أما أن هذا عبارة عن مجموعة متجهات مستقلة خطيا وكيف لنا تصور هذا الفضاء؟ ولحتى الآن لم أجب عن أي من هذه الأسئلة بعد ولكن إذا ما سأل أحدكم وقال ما هو فضاء العمود للمصوفة أي؟ هذا هو فضاء أعمدة أي كما يمكن للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها وإذا كانت مجموعة المتجهات هذه مستقلة خطيا فستكون هذه عبارة عن الأساس أعني أن هذه الأعمدة ستكون عبارة عن الأساس لفضاء أعمدة أي لم نتأكد مما نقوله هنا بعد أي أننا لم نعلم بعد إنما كانت هذه المتجهات مستقلة خطيا إلا أنه بإمكاننا تحدد إنما كانت مستقلة خطيا وذلك من خلال النظر إلى الفضاء الفراغي لأي وتذكر أن هذه المتجهات ستكون مستقلة خطيا إذا كان الفضاء الفراغي للمصوفة أي يحتوي فقط على المتجه الصفري ولهذا دعونا نحدد الفضاء الفراغي للمصوفة أي مع العلم ألنا بإمكاننا إيجاده بطريقة مختصرة ها هنا وبالتالي الفضاء الفراغي للمصوفة أي سيساوي الفضاء الفراغي لنموذج درجة الصف المخفض للمصوفة أي كما أنني وضعت هذا عندما حسبنا الفضاء الفراغي لمتجه وذلك لأنك لو أردت إيجاد الفضاء الفراغي للمصوفة أي يمكنك إنشاء مصوفة مزيدة ومن ثم تضع المصوفة المزيدة هذه في شكل نموذج درجة الصف المخفض إلا أن الأصفار لا تتغير كما تعلمون أبدا لذا سنقوم بوضع المصوفة أي في نموذج درجة الصف المخفض ولنقم بذلك سأبقي الصف الأول كما هو والمكون من واحد 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 ثم نستبدل الصف الثاني بالصف الثاني ناقص الصف الأول وبالتالي بما ألني أريد مساواة القيمة الأولى في الصف الثاني بالصف إذن سوف نستبدل الصف الثاني ناقص اثنين مضروبة في الصف الأول أو بشكل أفضل لأنني أريد الحصول على واحد في القيمة الثانية للصف الثاني هنا يمكننا القول أن اثنين مضروبة في الصف الأول ناقص الصف الثاني أي سيكون لدينا هنا اثنين مضروبة في الصف الأول أي سيكون هنا ناقص الصف الثاني وبالتالي 2 مضروبة في 1 ناقص 2 يساوي 0 وهذا ما أريد التوصل إليه تماما هنا ثم 2 مضروبة في 1 ناقص 1 يساوي 1 وهي عبارة عن نتيجة جيدة هنا ثم 2 مضروبة في 1 ناقص 4 يساوي سالف 2 و2 مضروبة في 1 ناقص 3 يساوي سالف 1 حسنا والآن دعونا نرى إن كان بالإمكان مساواة القيمة الأولى بالصف الثالث بصفر ما الذي يمكننا فعله لذلك؟ حسنا يمكنني هنا القيام بأي تركيبة أو أي خطوة من شأنها أن تساوي هذه المدخلة بالصفر إلا أنه بإمكاني تقليص عدد الأعداد السالبة هنا لذا دعوني أخذ الصف الثالث ناقص 3 مضروبة في الصف الأول أي سالب 3 مضروبة في الصف الأول ومن ثم أجمعها مع الصف الثالث هذا وبالتالي 3 ناقص 3 مضروبة في 1 يساوي 0 و4 ناقص 3 مضروبة في 1 يساوي حيث أن كل من هذه المدخلات عبارة 3 لذا 4 ناقص 3 مضروبة في 1 يساوي 1 و1 ناقص 3 مضروبة في 1 يساوي سالب 2 وأخيرا 2 ناقص 3 مضروبة في 1 يساوي سالب 1 والآن لو أردنا وضع هذه المصوفة في نموذج درجة الصف المخفض وذلك عند تحديد كل من هذه القيمة الأولى والثالثة التي تساوي 1 في العمود الثاني وبمعنى آخر نريد أن نساويها بسبب ماذا سينتج لنا؟ أولا سنبقي الصف الأول كما هو وهو يستمل على 0 1 سالب 2 سالب 1 ولاتخلص من هذه القيمة الأولى في العمود الثاني الموجود في الأعلى هنا يمكننا استبدال قيم الصف الأول بالصف الأول مطروحا من الصف الثاني ولأن القيمة الأولى في العمود الأول لن تتغير سيكون لدينا 1 ناقص 0 يساوي 1 و1 ناقص 1 يساوي سف وهذا ما نريده هنا ثم 1 ناقص سالب 2 يساوي 3 لأنها عبارة عن 1 زايد 2 ثم 1 ناقص سالب 1 أي 1 زايد 1 يساوي 2 وهذا جيد والآن سننتقل إلى الصف الثالث ودعوني الآن أستبدل الصف الثالث بالصف الثالث مطروحا من الصف الأول وكما ترون يبدو تماما مثل بعضهم البعض لذا لو تم طرح الصف الثالث من الصف الثالث سيصبح لدي مجموعة أصفار هنا وبالتالي 0 ناقص 0 يساوي 0 و1 ناقص 1 يساوي 0 ثم سالب 2 ناقص سالب 2 يساوي 0 وسالب 1 ناقص سالب 1 يساوي أي أن هذا عبارة عن سالب 1 زايد 1 وهذا يساوي 0 وبهذه الطريقة وضعنا هذه المصوفة في نموذج درجة الصف المخفض وبالتالي ما لدينا هنا عبارة عن نموذج درجة الصف المخفض للمصوفة A وهذا واضح والآن السبب الكلي وراء القيامة بكل هذه التمارين هو أننا نريد تحديد الفضاء الفراغي للمصوفة A حيث أننا نعلم تماما أن الفضاء الفراغي للمصوفة A يساوي الفضاء الفراغي للموذج درجة الصف المخفض لللمصوفة A وبالتالي لو كانت هذه المصوفة التي أشير إليها هي عبارة عن الفضاء الفراغي للموذج درجة الصف المخفض للمصوفة A دعونا نحدد الفضاء الفراغي للموذج درجة الصف المخفض للمصوفة A وكما تعلمون أنه عند ضرب نموذج درجة الصف المخفض للمصوفة A في هذا المتجه الذي يجتمل على قيم X سنحصل على المتجه الصفري هذا أي عند ضرب هذا الصف الأول من هذه المصوفة في هذا العمود X1 سنحصل على الصفر هنا وعند ضرب هذا الصف الثاني في هذا العمود X2 سنحصل على هذا الصفر هنا والأمر ذاته ينطبق على باقي الصفوف والأعمدة وكما تلاحظون لم أقم بتعريف الضرب القياسي لمتجه صف في متجه عمود ولكنني قمت بتعريف عملية الضرب القياسي لمتجهات العمود في متجهات عمود أخرى إلا أننا قد شاهدنا في الفيديو السابق أن نموذج درجة الصف المخفض للمصوفة A عبارة عن منقول لمتجه عمودي والآن دعونا نكتب نظام معادلات مما توصلنا له هنا مع هذه المصوفة وبالتالي سنقوم بذرب قيم الصف الأول بقيم متجه العمود سينتج لدينا هنا 1 مضروبا في X1 يساوي صف لذا 1 مضروبا في X1 يساوي X1 زائد 0 مضروبا في X2 زائد 3 مضروبا في X3 زائد 2 مضروبا في X4 يساوي 0 وهو الموجود هنا ثم سنقوم بذرب قيم الصف الثاني بقيم متجه العمود 0 مضروبا في X1 زائد 1 مضروبا في X2 ناقص 2 مضروبا في X3 ناقص X4 يساوي 0 وكما تعلمون هنا أن 0 ضرب أي قيمة هنا سيكون الناسج 0 وبالتالي سنقوم بذرب قيم الصف الثالث بقيم متجه العمود سيكون لدي هنا 0 ناقص 0 والآن دعونا نرى إن كان بالإمكان إيجاد المدخلات المحورية أو المتغيرات المحورية لذا ما هي المدخلات المحورية الموجودة لدينا هنا هذا عبارة عن القيمة الأولى في العمود الأول مدخلة محورية كما أن القيمة الثانية في العمود الثاني أيضا مدخلة محورية وهما يختص به نموذج درجة الصف المخفض أي أن إيجاد هذه المدخلات ذات القيمة واحد وهي عبارة عن الحدود اللاصفرية الوحيدة في أعمدتها ومن ثم ستكون كل مدخلة محورية هنا فوق الأخرى مباشرة وفيما يخص الأعمدة التي لا تتميز بوجود مدخلات محورية فتسمى بالمتغيرات الحرة وكما ترون أنه لا يوجد في العمود الثالث أو الرابع أي مدخلة محورية وبالتالي فإن حاصل الضرب القياسي لهذا العمود في ملتجه العمود سيعطينا في نظام المعادلات الموجود لدينا إثنان ضرب إكس ثلاثة ولهذا فإننا نعلم الآن أن إكس ثلاثة عبارة عن متغير حر أي يمكن مساواته بأي قيمة وإيضا إكس أربعة عبارة عن متغير حر ولكن كل من إكس واحد وإكس إثنين عبارة عن متغيرات محورية لأن أعملاتهم المتقابلة في نموذج رجل الصف المخفض تتميز بوجود مدخلات محورية وهذا جيد والآن لنرى إن كان بالإمكان تبسيط هذه المعادلة لشكل نعرفه وقد فعلنا ذلك سابقا وبالتالي لو أردنا إيجاد حل إكس واحد فيمكننا عندئذ حذف كل من صفر ضرب إكس إثنين وأيضا حذف صفر ضرب إكس واحد أيضا إذن سيصبح لدينا هنا إكس واحد ستساوي سالب ثلاثة إكس ثلاثة ناقص إثنين إكس أربعة أي أنني طرحت ثلاثة ضرب إكس ثلاثة زائد إثنين ضرب إكس أربعة من جانبي المعادلة ثم سيكون لدينا هنا إكس إثنين تساوي إثنين إكس ثلاثة زائد إكس أربعة والآن لو وددنا كتابة مجموعة الحل أقصد لو أردنا إيجاد الفضاء الفراغي للمصفوفة A سأكتبه هنا الفضاء الفراغي للمصفوفة A مع العلم أنه نفس الفضاء الفراغي للموذج درجة الصف المخفض للمصفوفة A سيساوي جميع المتجهات المجتملة على إكس واحد إكس إثنين إكس ثلاثة إكس أربعة ماذا ستساوي هذه المتجهات أولا إكس واحد ستكون عبارة عن سالب ثلاثة إكس ثلاثة ناقص إثنين إكس أربعة وللتوضيح فقط هذه المتغيرات حرة وذلك لأنه بإمكاني مساواتها بأي قيمة وإكس واحد وإكس إثنين عبارة عن متغيرات محورية لا أستطيع مساواتهم بأي قيمة فعند تحديد كل من إكس ثلاثة وإكس أربعة نستطيع من خلالهم تحديد ما يساوي كل من إكس واحد وإكس إثنين لذا بإمكاني جعلوا إكس أربعة مساويا لقيمة طا باي وجعلوا إكس خمسة سالب إثنين أي بإمكاني مساواتهم بأي قيمة ووفقا لذلك ودعوني هنا أستبدل اللون ستكون إكس واحد مساوية لإكس ثلاثة مضروبة في متجه ما زائد إكس أربعة مضروبة في متجه ما آخر لذا فإن أي مجموعة حل في الفضاء الفراغي الموجود لدي سيكون عبارة عن تركيبة خطية لهذين المتجهين إكس ثلاثة وإكس أربعة كما يمكننا تحديد ما تكون هذين المتجهين فقط من خلال هاتين المعادلتين التي تخبرنا عن قيمة إكس واحد وقيمة إكس إثنان ولهذا إكس واحد تساوي سالب ثلاثة مضروبة في إكس ثلاثة أي سالب ثلاثة إكس ثلاثة وسالب إثنين إكس أربعة وهذا واضح بالنسبة لكم ثم إكس إثنين تساوي إثنين مضروبة في إكس ثلاثة زائد إكس أربعة وفيما يتعلق بإكس ثلاثة حسنا إكس ثلاثة تساوي نفسها وذلك لأنه عند مساواة إكس ثلاثة في أي قيمة سيكون الناتج نفس إكس ثلاثة إذن إكس ثلاثة ستساوي واحد مضروبة في إكس ثلاثة زائد صفر مضروبة في إكس أربعة وبالتالي لن يكون لدينا هنا إكس أربعة هنا حيث أن إكس ثلاثة ستكون عبارة عن متغير مستقل أعني متغير حر يمكن مساواته بأي قيمة لذا عند مساواته بأي قيمة ستكون إكس ثلاثة هذه في مجموعة الحل ثم لن يكون لدينا هنا إكس ثلاثة وبالتالي إكس أربعة ستكون عبارة عن واحد مضروبة في إكس أربعة هنا إذن الفضاء الفراغي عبارة عن جميع التركيبات القطية لهذه المتجهين إكس ثلاثة إكس أربعة حيث أن إكس ثلاثة هذه ممكن أن تكون عبارة عن أي عدد حقيقي كما أن إكس أربعة ممكن أن تكون عنصر في الفضاء الحقيقي ولذلك مجموعة جميع الحلول الفعلية للمعادلة أي إكس تساوي سفر يبدو أنني لم أكتبها بعد في أي مكان هنا وبالتالي مجموعة جميع أي إكس تساوي سفر تساوي جميع المركبات الخطية لهذا المتجه إكس ثلاثة وهذا المتجه إكس أربعة أيضا حيث نعلم ما يقصد في التركيبات الخطية فهي تعني أن الفضاء الفراغي هنا يساوي مدى هذين المتجهين حيث أن أولها يتكون من سالب ثلاثة اثنين واحد صف وثانيها سالب اثنين واحد صفر واحد والسؤال هنا هل أعمدة أي تمثل مجموعة مستقلة خطيا دعوني أكتب ما أقوله هنا هذا عبارة عن متجهة العمود للمصفوفة أي والتي سنكتبها هنا في الأسفل إذن واحد ثلاثة اثنين عفوا يحتوي على واحد اثنين ثلاثة ثم واحد واحد أربعة ثم واحد أربعة واحد وأخيرا واحد ثلاثة اثنين وكما تعلمون أن هذا عبارة عن متجهة العمود للمصفوفة أي حيث بوسع أيضا كتابة المصفوفة أي على شكل مجموعة من الأعمدة بهذا الشكل ولكن السؤال الآن هل هذه الأعمدة تمثل مجموعة مستقلة خطيا ولربما يتبادر لأذهانكم الآن حسنا عند القولة الافتراض أن هذه المجموعة مستقلة خطيا لذا فالاستقلالية الخطية تفيد بأن هناك حلا واحدا كما أننا شاهدنا ذلك من قبل فيديوهين أي أن هناك حل واحد للمعادلة AX تساوي 0 وبالتالي X هذه تعبر عن المتجهة الصفري كما يمكن التعبير عنها بطريقة أخرى ونقول أن الفضاء الفراغي للمصفوفة A الموجودة لدينا هنا يساوي المتجهة الصفري وهذا ما نعني بالاستقلالية الخطية والتي يمكن التعبير عنها بالطريقتين فلو كان الفضاء الفراغي يساوي المتجهة الصفري فهذا بالطبع يعني أنه مستقل خطيا أن هذه المتجهات مستقلة خطيا وإذا ما اجتمل الفضاء الفراغي على متجهات أخرى فهذا يعني أنه غير مستقل خطيا والآن ماذا يحتوي الفضاء الفراغي للمصفة A؟ هل يحتوي فقط على المتجهة الصفري؟ كلا إنه يجتمل على جميع التركيبات الخطية لهذه المتجهات أي أنها تجتمل على عدد لا نهائي من المتجهات وهذا يعني ليس حل واحدا فقط وبالطبع يحتوي الفضاء الفراغي هنا أيضا على المتجهة الصفري فلو تم ضرب كل من هذين الحدين في حال تم التعويض عن X بالصفر فعندئذ الفضاء الفراغي سيحتوي على المتجهة الصفري كما بإمكاننا الحصول على مجموعة المتجهات ككل يمكننا القول أن الفضاء الفراغي للمصفة A لا يحتوي على المتجهة الصفري فقط فهو يجتمل على متجهات أخرى غير المتجهة الصفري والآن ماذا نعني بهذا؟ حسنا نقصد أن هناك أكثر من حل لهذه المعادلة AX تسوي 0 وهذا يدل على أن هذه عبارة عن مجموعة المتجهات المكتوبة باللون الأخضر تابعة خاطيا وماذا يعني هذا؟ في مستهل الفيديو تسألت عن فضاء العمود للمصفة A وذكرنا أن فضاء العمود للمصفة A عبارة عن مدى متجهات العمود كما ترونها هنا فضلا عن ذلك قلت أنه لم ينتظر به إن كان المدى عبارة عن قاعدة لفضاء العمود للمصفة A ثم ماذا يقصد بالقاعدة؟ القاعدة عبارة عن مجموعة المتجهات التي تشكل فضاء جزئي فضلا عن كونها مستقلة خطيا وقد أوضحنا للتو هنا أن هذه المتجهات المكتوبة باللون البنفسجي الفاتح غير مستقلة خطيا وهذا يشير إلى أن هذه المتجهات لا تشكل قاعدة لفضاء العمود للمصفة A رغم أنهم يشكلون مدى لفضاء العمود الخاص بالمصفة A وذلك من خلال التعليف إلا أنهم لا يشكلون قاعدة وكي يشكلون قاعدة لا بد أن يكونوا مستقلين خطيا والآن دعونا نجد قاعدة فضاء العمود هنا وللقيام بذلك لا بد من التخلص من بعض المتجهات المتكررة وكما تشاهدون هنا أنه يمكن تمثيل هذا المتجه الثالث المتكوي من القيم 1 4 1 من خلال تركيبة ما من هذين المتجهين الأول والثاني ومن ثم يمكن للتخلص من هذا المتجه حيث أن وجوده لا يضيف أي معلومة جديدة تماما مثل هذا المتجه الرابع المجتمل على القيم 1 3 2 ودعونا نرى الآن إن كان بالإمكان حل هذا اللغز حسنا ربما نترك هذه الخطوة للفيديو القادم ولكننا نعلم أن X1 مضربة في 1 2 3 زائد X2 مضربة في 1 1 4 زائد X3 مضربة في 1 4 1 ثم زائد X4 مضربة في 1 3 2 تساوي 0 والآن لو تمكننا من إيجاد قيمة X4 أو بشكل أفضل دعونا نرى إن كان بالإمكان إيجاد قيم المتجهات المرتبطة بالمتغيرات الحرة باستخدام المتجهات الأخرى X1 وX2 دعونا نحاول القيام بذلك وكما تشاهدون أن هذه الخطوة واضحة إلى حد ما والآن دعونا نبدأ بالمتجه X4 ففي حالة تم طرح X4 من كلا جانبي المعاتلة فما الناتج عندها أو بشكل أفضل دعوني أساوي X3 بالصفر علما بأنها عبارة عن متغير حر وبالتالي X3 تساوي السفر ثم ماذا سيكون لنا هنا فعندئذ سيتم حذف هذا المتجه X3 ولو طرحت X4 من كلا الجانبين سأحصل على X1 مضروبا في 1,2,3 زائد X2 مضروبا في 1,1,4 يساوي سالب X4 مضروبا في 1,3,2 والآن بعد مساواة X3 بالصفر دعونا نساوي X4 بسالب 1 ولهذا لو كانت X4 تساوي سالب 1 ماذا تساوي سالب X4؟ إذن سالب X4 يساوي 1 ثم لدي هنا X1 مضروبا في 1,2,3 زائد X2 مضروبا في 1,1,4 أي أن هذا ككل سيكون عبارة عن المتجه الرابع 1,3,2 المتواجدها هنا وهل أستطيع دائما إيجاد قيم X1 و X2؟ بالتأكيد يمكنني إيجاد قيم هذه المتجهات فلو كانت X3 تساوي 0 و X4 تساوي سالب 1 ودعونا ننسخ معادلات قيم X1 و X2 من الأعلى هنا وننصقها في الأسفل هنا هذا ما حصلنا عليه عند تحديد الفضاء الفراغي وتذكر أن X1 و X2 عبارة عن المتغيرات المستقلة لذا إذا تمت مساواة X3 بالسفر و X4 بالسالب 1 كما سبق فماذا يساوي قيم X1 و X2؟ عند التعويذ بقيام X4 و X3 في المعادلات التي لصقتها للتو هنا سينتج أن X1 تساوي سالب 3 مضربة في صفر ثم سالب 2 مضربة في سالب 1 وهذا سيساوي 2 ثم بالنسبة لقيمة X2 X2 ستساوي 2 مضربة في X3 و يساوي 0 زائد X4 وبالتالي هذا سيساوي سالب 1 وما قمت به الآن هو أنني أوضحت لكم أنه عندما X1 يساوي 2 و X2 تساوي سالب 1 سأحصل على التركيبة الخطية لهذا المتجع X1 وهذا المتجع X2 أيضا اللذان من الممكن جمعهما مع المتجع الرابع X4 هذا ويمكنك إثبات صحة ذلك من خلال ضرب 2 في 1 ناقص 1 يساوي 1 و 2 مضربة في 2 ناقص 1 يساوي 3 ثم 2 مضربة في 3 يساوي 6 ناقص 4 يساوي 2 وهذا يثبت صحة ما نقوله هنا والآن أثبت لكم أنه باستخدام التعريفات وإيجاد المتغيرات الحرة مقابل المتغيرات المحورية تمكنت من إيجاد حل المتجع الرابع X4 هذا من خلال هذين المتجهين X1 و X2 وكما نعلم أنه في حال عدنا إلى مجموعة المتجهات المكتوبة باللون الأخضر حيث وجود المتجع الرابع غير ضروري وذلك لأنه لا يضيف أي معلومة تخص مدى المتجهات وذلك لأنه بالإمكان كتابة هذا المتجه كتركيبة لكل من المتجه الأول والثاني والآن دعونا نرى في حال إن ما كان هذا المتجه الثالث ينطبق عليه من طبق على المتجه الرابع مع العلم أنه مرتبط بمتغير حر لذا لنرى إن كان بالإمكان كتابته كتركيبة للمتجهين الأول والثاني حسنا سنتبع نفس الخطوات بالضبط وبالتالي بدلا من افتراض أن X3 تساوي 0 وX4 تساوي سالب 1 سنجعل X4 تساوي 0 لأنني أريد التخلص من المتجه الرابع X4 ثم سأساوي X3 بسالب 1 لذا لو كانت X3 تساوي سالب 1 ماذا سيكون ناتج هذه المعادلة؟ إذن سيكون لدينا هنا X1 مضروبا في 1,2,3 زائد X2 مضروبا في 1,1,4 ففي حال أن X3 يساوي سالب 1 مضروبا في 1,4,1 ثم نضيفه إلى جانبي المعادلة فهذه المعادلة تساوي 1 مضروبا في 1,4,1 ومرة أخرى يمكننا إيجاد حل كل من X1 وX2 وذلك بتعويض قيم كل من X3 وX4 حيث أن X4 تساوي 0 وX3 تساوي سالب 1 وبالتالي X1 ستساوي X4 والتي تساوي 0 ثم X3 والتي ستساوي سالب 3 مضروبا في 3 وبالتالي X1 ستساوي 3 أي سالب 3 مضروبا في سالب 1 يساوي 3 ثم ماذا عن قيمة X2؟ كما تعلمون أن X4 تساوي 0 لذا سنستثنيها ولهذا X2 ستساوي سالب 2 وبالتالي X1 تساوي 3 وX2 تساوي سالب 2 ثم للتأكدي من صحة هذه المعادلة سنتحقق من أن شاطري المعادلة متساويين 3 مضروبا في 1 زائد سالب 2 يساوي 1 ثم 3 مضروبا في 2 ناقص 2 يساوي 4 وأخيرا 3 مضروبا في 3 ناقص 8 يساوي 1 إذن فالمعادلة صحيحة وكما ترون أنني تمكنت من كتابة هذا المتجأ X3 المرتبط بالمتغير الحر كتركيبة خطية لهذه المتجهين إذن يمكننا حذفه من المجموعة والآن لقد أوضحت لكم أنه بالإمكان كتابة هذا المتجأ X3 كتركيبة خطية لهذه المتجهين وبما أنه بالإمكان كتابة هذا المتجأ X4 كتركيبة خطية لهذه المتجهين سنحذف المتجأ X3 من المجموعة وبالتالي فيجب أن يكون مدى جميع هذه المتجهات أو فضاء العمود للمصوفة A والذي كان في بداية الفيديو مساويا لمدى جميع متجهات العمود وهي V1 V2 V3 V4 وللتو أوضحت لكم أنه يمكن إعادة كتابة V3 V4 من قلال V1 V2 وبالتالي فكل من V3 وفي أربعة يعد مكررا وبالتالي فضاء العمود للمصوفة A سيساوي مدى في واحد وفي اثنين أي هذين المتجهين لذا سيكون لدينا هنا المتجه الأول المكون من 1,2,3 والثاني المجتمل على 1,1,4 والسؤال الآن هل أي من هذه المتجهات مكرر؟ أي هل يمكن للتعبير عن أحدهما كتركيبة خطية للآخر؟ عند الحديث عن التركيبة الخطية لمتجه واحد فقط فهذا يعني ناتجة ضرب هذا المتجه بالكمية القياسية ودعونا الآن نرى ماذا سينتج لنا الآن كما تعلمون أن هناك طرق يمكنك الاستعانة بها ولكن الأسهل هي الانتقال من هذه القيمة الأولى في المتجه الأول إلى هذه القيمة في المتجه الثاني وللانتقال من الرقم واحد للرقم واحد أقوم بذرب القيمة الأولى بواحد للحصول على واحد ولكن لو وددت ضرب هذا المتجه ككل في واحد فعندئذ سأحصل على اثنين كقيمة ثانية وعلى ثلاثة كقيمة ثالثة هنا وهذا مستحيل دعونا نحاول بطريقة أخرى لو أردت تمثيل هذا المتجه الثاني كمضاعف قياسي لذلك المتجه الأول إذن فأي مضاعف قياسي للمتجه الثاني؟ وبمعنى آخر عند ضرب القيمة القياسية في المتجه الأول سيكون لدينا واحد اثنين ثلاثة سيساوي واحد ضرب سي اثنين ضرب سي ثلاثة ضرب سي ولجعل المتجه الثاني مضاعف قياسي من المتجه الأول المتجه واحد اثنين ثلاثة ضرب سي سيساوي واحد ضرب سي اثنين ضرب سي ثلاثة ضرب سي يساوي المتجه الثاني ذو القيم وعند النظر إلى هذه القيمة الأولى 1 فإنها تشير إلى أن C ستساوي 1 للحصول على 1 ولكن عند النظر إلى القيمة الثانية 2 ستعتقد أن C ستساوي 1 على 2 ليتم ضربها في 2 والحصول على 1 وأخيرا C ستساوي 4 على 3 للحصول على 4 وهذا يعني أن سي تحمل قيمة متناقضة وبالتالي لا يمكن تمثيل المتجه الثاني بأحد مضاعفات المتجه الأول القياسي حيث يمكننا اتباع كلتا الطريقتين لإثبات ذلك وبناء على هذا لا يوجد طريقة من خلالها يمكننا تمثيل أي من هذين المتجهين كتركبة خطيان الآخر لذا يمكننا في الحقيقة اتباع طرق رسمية أخرى لإثبات أن هذين المتجهين مستقلين خطيا وعلما بأن هذين المتجهين مستقلين خطيا أعتقد أنكم قد اقتلعتم بما نقوم به هنا ومن ثم يمكننا القول أن مجموعة المتجهات المكونة من 1,2,3 و1,1,4 عبارة عن قاعدة لمدى فضاء العمود للمصوفة A سأحاول أن نتوقف هنا في هذا الفيديو لأنني أعتقد أننا أمضينا وقتا لا بأس فيه هنا ولكن بعد التوصل لقاعدة مدى فضاء العمود الخاص بالمصوفة A في هذا الفيديو والتي يمكننا محاولة تصورها مرئيا لأنه يمكننا القول أن مدى فضاء العمود الخاص بالمصوفة A يساوي مدى هذين المتجهين ومن ثم يمكننا التفكير بما قد يكون مدى هذين المتجهين والذي سيكون مستوى في الفضاء A3 وهذا فقط للتذكير أنه عندما قلت أن هذا عبارة عن قاعدة مدى فضاء العمود كل ما عانيته هو أن هذين المتجهين عبارة عن مدى فضاء عمدة A وعندما كان لدي هنا أربعة متجهات فهذه المتجهات أيضا كانت عبارة عن فضاء مدى العمود للمصوفة A ولكن ما يجعل هذين المتجهين عبارة عن قاعدة هو أنهما مستقلين خطيا وبالتالي ما يجعل هذين المتجهين عبارة عن قاعدة هو أنهما مستقلين خطيا وبالتالي ليس هنا معلومات إضافية وبمعنى آخر لا يوجد متجهات متكررة يمكن تمثيلها من خلال المتجهات الأخرى الموجودة في القاعدة آمل أن تكونوا قد استوعبتم ما قمنا به